وزير العمل حسان نتيجانها الدام على لقاء مع ممثلية الجمعية المعتمدة والمتمثلة في أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة وهذا في إطار أجزة الدعم والمتمثلة في الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكذا صندوق الوطني للتأمين عند البطالة أين طرح الممثلون عدة انشغالات ومشاكل وقد خلص لقاء لاتخاذ بعض القرارات للتكفل بانشغالات أصحاب المشاريع الممولة أهمها التجميد المؤقت للمتابعات القضائية وكذا مصادرة العدد التفاصيل في ميكروفون إيمان عيش سيد معالي الوزر الأول أخذ قرار للتجميد بصفة مؤقتة البروموتور للانساج والاكنك والاسيزي الماتيريال تحوم ولكن هذا استثناء الناس اللي باعوا الماتيريال تحوم وهذا التجميد المؤقت حتى ندرسه حالة بحالة ونشوفه العفنير ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر